إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون والمسلمات قلب المؤمن المتوحد ممتلئ بتعظيم الله عز وجل وبتعظيم كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم فتوحيده وإيمانه الراسخ يمنعه من أن يصدر منه قول أو فعل فيه استهزاء فيه استهزاء بشيء في ذكر الله تعالى أو القرآن أو الرسول فأصل التوحيد لا يجتمع مع الاستهزاء وذلك أن التوحيد استسلام وانقياذ وقبول وتعظيم والاستهزاء بالله أو شرعه ينافي التعظيم ولهذا فإن من استهزأ بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول أو استهزأ بأصل التشريع كمن يستهزئ بالحجاب المرات المسلمة أو الذي يستهزئ بإعفاء الرجل لحيته أو تقصير ثوبه أو غير ذلك من أحكام الشرع فقد وقع في الكفر الأكبر المخرج من الملة سواء كان المستهزئ جادا أو مازحا لمجرد إضحاك الناس وتسليتهم قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة من صخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم رواه البخاري ومن جلس في مجالس الكفر والنفاق ولم ينكر عليهم أو يغادل مجلسهم فقد شاركهم في الكفر قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها يكفروا بها ويستهزوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثرهم شهر مسلمين ومسلمان هكفروا بها؟ اشتركوا في القناة ويحث يدرد هذا تياميه فإنه يدرد منه موجودة المحتاجة ويسوكي عنه الملزقى ويسوكي عنه المفهولة أويوه ويسوكي عنه موجودة المشاهدة كما يدرد منه المسلمة أو يدرد منه المسلمة أو celui qui se moque du fait qu'un croyant raccourcisse ses vêtements afin qu'il soit au-dessus de ses chevilles أو celui qui se moque de tout jugement de la religion a alors sombré, écoutez bien, dans la grande mécréance qui fait sortir de l'islam وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ et que cette personne se moque en étant sérieuse ou en plaisantant le jugement est le même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un homme profère une parole qui provoque la colère d'Allah sans que cette personne ne s'en rende compte et qui la plonge dans le feu de l'enfer rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih et celui qui assiste à des assises dans lesquelles la mécréance y est présente ainsi que l'hypocrisie sans condamner ce mal ni sans quitter cette assise s'il reste dans cette assise il est alors semblable à eux comme l'a dit Allah Azzawajal dans le verset 140 de Sourat An-Nisa dit dans le livre, c'est-à-dire le Coran il vous a déjà révélé ceci lorsque vous entendez qu'on renie les versets d'Allah et qu'on s'en moque ne vous asseyez point avec eux ne vous asseyez point avec cela jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation sinon, c'est-à-dire si vous restez avec eux vous serez comme eux أيها المسلمون وقعت في غزوة تابوك قصة عظيمة وحادثة شنيعة ذكرها الله عز وجل بقوله ولئن سألتهم ليقولا ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتاده دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تابوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب يلسنا ولا أجبن عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء فقال لهم عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب ونقطع به على الطريق قال ابن عمر كأن ينظر إليه متعلقا بنعسة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة لتنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب أيها المسلمون الصحابة رضوان الله عليهم أحسن الناس اقتصادا في الأكل وغيره والمنافقون أكثر الناس أكلا كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الرواه البخاري ومسلم في صحيحيهما المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء والمنافقون أكذب خلق الله كما وصفهم الله عز وجل ألا إنهم هم الكاذبون والصحابة رضي الله عنهم عدول بالإجماع واختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه وحفظه وهم من الصدق بالمنزلة العالية والغاية التي ليس فوقها غاية رضي الله عنهم وأرضاهم أما عن المنافقين فهم الجبناء كما قال تعالى يحسبون كل صيحة عليهم وشجاعة الصحابة رضي الله عنهم مشهورة معلومة وما ظهر لهم من الشجاعة والبطولة لا يعرف لها نظير وقد أبلوا بلا أن حسنا في سبيل الله رضي الله تعالى عنهم شهر مسلمين ومسلمان هؤلاء الرسالة يتحدثوا عن هذه التفايلات تقول إن أحداً جسدًا في التابوك وقالوا في عشر لم يرى كثيرًا وقالوا من المتابعين المتابعين الذين أعرفوا القرآن لم يرى نفس ألهم يرضون لكم مؤسسس لا يزالي في مقابل ويجال ليسس دولة مجزارة ويجال ليس تراجع في الموقع ويساعدت بقوله ويساعدت بما يسمى المنزل المساد وعلى الله عليه وسلم وعلى الله عليه وسلم عبدالعوف بنو مالك رضي الله عنه قال هذا المصادر مهلاً لنصبع ولنصبع أنك نصبع موسيقى 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 يقف على حلاله عندما أشهر عندما أشهر يحرقون حيث أشهر أكثر أكثر عندما أشهر أشهر صدت كما قال الله عز وجل أشهر مقبل أن أشهر أشهر صدت عندما أشهر صدت أشهر صدت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولما ذهب عوف بن مالك ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم وجد القرآن قد سبقه فأتى المستهزئون يعتذرون أنهم لم يقصدوا حقيقة الاستهزاء وإنما قصدوا الخوض واللعب والمراد الهزل للجد والتحدث كما يتحدث الركبان إذا ركبوا رواح لهم وقصدوا ترويح أنفسهم وتوسيع صدورهم ليسهل عليهم السفر وقطعوا الطريق فتلا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ما يلتفت صلى الله عليه وسلم إلى هذا المنافق من غضبه عليه ولم يقبل عذره الباطل إذ أن هذه الأمور لا يدخلها الخوض واللعب وإنما تحترم وتعظم إيمانا بالله ورسوله وتعظيما لآياته وتصديقا وتوخيرا والخائد واللاعب منقس لها وعلى المؤمن أن يخاف على نفسه من النفاق قد كان أصحاب تلك المقالة السيئة مؤمنين قبل مقالتهم تلك ثم وقعوا في الكفر بسبابها قال تعالى قد كفرتم بعد إيمانكم فقد كان إيمانهم ضعيفا ولهذا لم يمنعهم من الاستهزاء بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم عندما أعف بن مالك رضي الله عنه بما أقول أنه قد أنه قد أكثر من هذا المؤمن تضغط في ما تقول لك هذا هو سيحط سألت اجبه و هذا هو من المصابقه من أجل الله و هو سيدة و هذا المدسس أن يقولونة قلون الى الدولة او المسابقه وهم يمكنهم لكي يعطفوا أكبر على سؤال هذا لا يوجد فيه في الى أحدثه وفعل نفسه في أيضاً في البدران عندما أعوف مالك لم يكن قد تعلق المسيح وليس أنه قد تجد أن الحفظ ويبدأت ومعوا منهم وعنهم بتسجد على أسهل المسيح ويقولون أنه ليس محبس في ما يقولون ويقولون أنه لا يقولون ويقولون أنه لا يقولون لا يفكروا هذا لا يفكروا هذا يتحدث لك لتعلم ولم يضحب التعليقات ويجعل المترجم ليس لم يضحب المترجم يسهب يسهب لهم المترجم وفي سيده وفي سيده لم تتعرض لا ليس لم تتعرض ليس لم تتعرض بعد كل ما المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة كبيرة من الكبائر قال بعض أهل العلم هؤلاء الذين يسخرون من الملتزبين بدين الله فيهم نوع من نفاق لأن الله تعالى قال على المنافقين الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين وفي جواب اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية سئلت على من قال لآخر يا لحية أن الاستهزاء باللحية منكر عظيم فإن قصد القائل يا لحية السخرية فذلك كفر وإن قصد التعريف فليس بكفر ولا ينبغي أن يدعوه بذلك وفي جواب للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على من يقول حلق اللحية وتقصير الثوب قشور قال هذا الكلام خطير ومنكر عظيم وليس في الدين قشور بل كله لب وإصلاح وينقسم الدين إلى أصول وفروع ومسألة اللحية وتقصير الثوب من الفروع إلى من الأصول لكن لا يجوز أن يسمى شيء من أمور الدين قشورا ويخشى على من قال هذا الكلام متنقصا ومستهزئا أن يرتد بذلك عن دينه والعياذ بالله لقوله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بإعفاء اللحية وإرخائها وتوفيرها وقصي الشوارب وإخفائها فالواجب طاعته وتعظيم أمره ونهيه في جميع الأمور صلى الله عليه وسلم شكرا 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 الشيخ بنوباز رحمه الله a été questionné sur une personne qui dit que de raser la barbe et de raccourcir les vêtements fait partie des épluchures il a dit c'est une parole extrêmement dangereuse et c'est un mal immense il n'y a pas dans la religion des épluchures toute la religion est noyau et bienfaisance la religion se divise en bases et en branches quant à la barbe et le fait de raccourcir les vêtements pour les hommes ces sujets font partie des branches de la religion et non des bases de la religion mais il est interdit de les appeler épluchures et l'on craint pour celui qui dit une telle parole dans le but de rabaisser ces choses ou dans le but de s'en moquer nous craignons qu'il apostasie par cette parole et qu'il sorte de sa religion car Allah Azzawajal a dit est-ce d'Allah de ces versets de son prophète dont vous vous moquiez ne vous excusez pas vous avez bel et bien mécru après votre foi craignez donc Allah chers musulmans et musulmanes et faites attention à ce que vos langues profèrent ne vous moquez en aucun cas d'une chose faisant partie de la religion ne vous moquez ni du hijab ne vous moquez ni de la barbe ne vous moquez ni d'un frère qui raccourcit ses vêtements en mettant en application la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est une obligation pour les hommes de porter des vêtements au dessus de la cheville que ce soit des camis que ce soit des pantalons ou autre car le sujet est bien trop grave et bien plus grave que ce que pourraient penser les musulmans c'est pour cela que j'ai jugé utile d'en faire un discours du vendredi afin que chacun soit alerté par ce sujet car le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est lui qui nous a ordonné de laisser pousser nos barbes c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a ordonné de tailler nos moustaches c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a ordonné aux hommes de porter des vêtements au dessus de la cheville ainsi de se moquer de ces choses revient à se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam et se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam ورحمة الله وقسمها وضعنا فقط قمنا بشيك وقحم على الله و قلعها وقونا بشيك وقَاءَ نَسَلُ لَهُمْ تَحْفِقًا لِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الَّذِينَا لَا يَسْتَهْزِؤُنَ بِدِينِكِ اللهم اجعلنا من الذين لا يستهزئون بشيء من شرعك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر المستضعفين في كل مكان يا قوي يا عزيز وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين